شنو موقف عزم من الأقليم السني اللي جاي يتم تداول البعض شنط عندنا حلقة وكل الزملاء والأخوة الإعلاميين والسوشال ميديا والرأي العام تفاعلوا رأيكم شنو بالأقليم السني قليم الأنبار حتى يقولون أقليم طائف يعني أنا باعتقادي التوصيف الدقيق مثل ما يقولون في البلاغة إجاعة للفض وإشباع للمعنى هي كلمة حق يراد بها باطل الأقاليم حق دستوري أقره الدستور العراقي وأغلبية المحافظات ذات الغالبية السنية رفضت الدستور ورفضت التصويت على الدستور لأنه تضمن حق تشكيل الأقاليم ووصف شكل الدولة على أنه دولة فدرالية اتحادية ورسم خارطة طريق لتشكيل الأقاليم فلذلك تشكيل الأقاليم هو حق دستوري هذه كلمة الحق الباطل من أن الوضع العراقي الراهن غير مهيئ لإقامة مثل هذه الأقاليم من يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر